بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدا الهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بالإفراج عن 1530 نزيلا في المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء النزلاء لبدء حياة جديدة لبناء مستقبلهم وخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم وإدخال السرور على أهلهم في هذه المناسبة الوطنية العزيزة وبهدف الحفاظ على استقرار أسرهم وتخفيف معاناتها وذلك في إطار نهج سموه الدائم في الاهتمام بكل ما يحقق مصلحة الإنسان ويرتقي بمستوى حياته